أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبرة للمشركين من الأمم السابقة يبين الله تبارك وتعالى لنا كيف أهلك عادا وثمود فيقول سبحانه فإن أعرضوا أي أعرض هؤلاء المشركون في القديم والحديث فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود عاد قوم هود وثمود قوم صالح إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أرسل الله الرسل من قبل أن يرسل عاد يرسل هود إليه ويرسل نبيهم صالح إليه وعندما أرسل لهم صالح وسيدنا هود عليه السلام أيضا لم ينفعهم ذلك واستمروا في طغيانه إذن جاءتهم الرسل من قبل عاد من قبل هود وصالح وفي زمني صالح أرسل الله لهم صالحان وأرسل لهم أيضا لعاد قوم هود ماذا طلبوا منهم ماذا طلبوا منهم الطوغيت في القرن الحالي تطلب منك أيها الإنسان قتل وتنقتل وإن ذا تروح بلفوك بعلمه لغ شهيد إينا شهيد بلغت روح عند رب هذا الأول اللي سلم الجولان شهيد هاد هل هذا شهيد اقتتبعوا ليست هذه شهادة هذه شهادة في سبيل الشيطان وسيكون هنا مع الشيطان فدمر الله قوم عاد وقوم هود أما عاد يقول سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق طلب منه نبيهم أن يطيعوا الله ويتحرروا من طاعة غيره سوان كان الأهواء والشهوات لأن الإنسان هواه يجره إلى ما يضره فالعاقل يستعمل عقله ويعرف أن ما يهواه هذا يؤذيه ولو كان تلذذ به لسانه ولكن إذا تبين له بالتجربة والعقل أنه يضر فيجتنبوا هذا الذي بيّنه منهم الله يتحرروا من العبودية لغير الله استكبروا كانوا يزعمون من هم أشد منهم قوة أن الجبارين ينحتون من الجبال بيوتا يعملون كذا طوال كانوا أقوياء فأما عاد فاستكبروا بغير الحق الاستكبار كله بغير حق أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس متساوون كأسنان المشط كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس سواسية كأسنان المشط أما أن يستكبر قوم عن طاعة الله ويرهب الناس ويجبروهم بالسلاح والتعذيب ليطيعونهم هذا وربك منتهى الجباروت والاستكبار فكان هؤلاء الأقوام يسيطر عليهم رؤساؤهم فيطيعون رؤساءهم وزعماءهم ويتركون طاعة الله طلب منهم عاد أن يتحرروا عن العبودية لغير الله فرفضوا رفض القادة ورفض الأثباع استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة قال تعالى عنهم في مواطن أخرى وينحطون من الجبال بيوتا فارهين وهنا يقول عنهم قالوا من أشد منا قوة ما في أحد أشد منا قوة يقول الله لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة إذا كان يعتزون بقوتهم من خلقهم وخلق قوتهم أليس الله إذا كان الناس في القرن الواحد وعشرين يعتزون بقوتهم وبأسلحتهم من الذي خلقهم وخلق لهم العقل والجسم الذي يجرب فيبتكر أشياء ينتفعون منها في الدنيا فماذا ابتكروا؟ ماذا ابتكر علمهم؟ ابتكروا أسلحة التدمير والتخريب ليتصلط بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض هذا علم؟ هذا تقدم؟ هذا رقي؟ هذا تأخر قهقرة استعباد الإنسان للإنسان تأخرا ورجعية وتحرر الإنسان من سلطان غير الله هذا هو التقدم المدنية حتى في القرن الواحد وعشرين قلب الناس المفاهين وجاهلوا ولذلك هم في جاهلية الجاهلية في الإسلام ليست جهل القراءة أو الكتابة أو جهل الطب أو جهل الصيدة أو جهل الهندسة لا إذا تعرف كل شيء من الدنيا وجهل ربه خالق الكون فهذا أجهل الجهلاء ولذلك قال عنهم الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وما هو هذا الظاهر الحياة الدنيا الذي نبغوا فيه في القرن العشرين صناعة الأسلحة والتدمير ما شاء الله ما شاء الله تقدم الإنسان إلى أن يكون أسوأ من الحيوان ولو أنه عاد إلى الله أيا كان دينه بس يعرف ربه أولا قال يا أهل الكتابة لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم نرجع إلى الحق وتركوا الباطل الذي تسستموه في هذه الكتب ويتبين لكم كل شيء وتتحررون من العبودية لغير الله فتكونوا من بني آدم من بني الإنسان أما وأنتم في هذه الحالة فأسوأ من الحيوان والعياذ بالله تعالى أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق ليس للإنسان المخلوق لله أن يتكبر على عباد الله بدون أن يأذن له الله لو أن هناك أشخاص أساؤل البشرية فأمر الله عباده أن يقتلوهم ويقوفوهم عند حدهم فهذا ليس تسلط إنما هو تحرير للبشر هذا ليس استكبار إنما هو عقاب لمن يتسلط ويؤذي عباد الله خلق الله الناس ليعيشوا سعداء وخلق لهم الطعام والشراب وكفاياتهم فلا يحل لمتسلط وطاغوت وفاجر وظالم ومجرم أن يمنع عنهم ما خلق الله لهم من طعام وشراب ومتعة صحيحة لا يضر بها أحد بل يتعاونون فيها على البرد والتقوى والخير هؤلاء عاد الذين استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ماذا فعل الله بهم ذكرهم أن الله أشد منهم قوة نعم أشد منهم قوة أفلا يتدبرون إذن عاد استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أعميت أبصارهم فلم يدركوا حقائق الأمور حتى عميت بصائرهم فلم يدركوا أنهم مخلوقين من قبل الله من أشد منا قوة الله أشد قوة الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هو أشد منكم قوة ولكن جاهلين هذه الجاهلية غافلين عن الله منشغلين بالمخلوق وناسين الخالق ألا يفكرون لماذا خلقون هل خلقوا ليكونوا كالأنعام يفلت بعضهم على بعض حتى الأنعام في لهم ضوابط يفلت بعضهم على بعض أما الإنسان إذا لم ينضبط بضوابط ربانية فهو أسوأ مخلوق على وجه الأرض والعياذ بالله تعالى أولم يروا أن الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الذي أنزل الله تبارك وتعالى لهم هذه الآيات ليطيعوه فيها جحدوها أي علموا أنها من عند الحق وأنكروا الجحود إنكار الشيء الموجود والصحيح والواقع كانوا بآياتنا يجحدون ماذا حل بهم فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزاء والعذاب الآخرة أخزاء وهم لا ينصرون أرسل الله إليهم إلى عاد ريحا ريحا صرصرا يعني باردة وشديدة لحركة في أيام نكذات مشؤومات نحسات نكذات كان العم أولو فلان منحوس يعني تصرفات نكذة ما مستقيمة ما بيفعل فعل إلا في ضرر لنفسه أو لغيره فيقولون عنه منحوس في أيام نحسات أي نكذات مسيئات إليهم والريح الصرصر شديد البرودة وشديد الحركة قد لا يفكر بعض الناس أن ريح يعني تتروحهم ذكر لنا أشخاص عاشوا في أوروبا تأتي أحيانا في كل سنوات ريح سموها زوبعة تدور وتتحرك بشدة فإذا مرت بعمارة من أضخم العمائر لم تبقي منها شيء عمارة كبيرة فيها أكثر من مئة أسرها والعمارة مرتفعة وفي داخل بيوتهم التلاجات والمفروشات وكذا وكذا فتقتلعها الروح والريح وتفتل معها وتسحبها فقال يمرون في اليوم الثاني بعد انقضاء الريح فلا يرون شيئا غير الأرض قاعا صفصفا الله تبارك وتعالى ألطف شيء وهو الهواء إذا حركه دمر فيه كل شيء هو الخالق هو المدمر أما ترون عند الرياح الشديدة تتوقف المطارات ولا تتحرك الطائرات لأنها إذا تحركت راحت في ذاهي إلى أن يدرسوا الوضع تماما ويكون الوضع الجوي جيد فيه ريح ولكن ريح مقبولة وتحمل الطائرات أما الريح المتحركة الشديدة تدمر كل شيء بإذن ربها فأرسل الله على عاد هؤلاء المتكبرين في الأرض الهواء اللطيف حركه لهم وبرده فكان ريحا صرصرا عاتية أي مدمرة ولم ينصرهم أحد هل استطاع أحد أن ينقذهم من عذاب الله لا الله يفعل ما يشاء هؤلاء عاد وماذا عن ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ثمود هديناهم قال ابن عباس بينا لهم وضحنا لهم الأمور وقال غيره أنزلنا لهم الآيات الهادية إلى الحق بينا لهم أدلة الحق وأرسلنا لهم الرسول الذي يدلهم على الحق ويبين لهم أوامر الله حتى يطيعون ويبين لهم أن الذي يطاع هو الله وأن غير الله ينبغي أن يتحرر الإنسان منه لألا يكون عبدا لغير الله وضحوا كل شيء هل أعجبهم الهدى الذي أنزله الله عن طريق نبيهم لا فاستحبوا العما على الهدى استحبوا أي أحبوا نفوسهم غلبت عليها الشهوات والمصالح فأغلقوا عقولهم ومالوا مع ما تحبه نفوسهم من طاعة غير الله ظن منهم أن طاعة غير الله هو جيد مثل الإنسان الذي يصف له الطبيب دواء فمجرد ما يصف الطبيب هذا الدواء يتمج نفس الإنسان منه ويشرب دواء ولو لم يعلمه أنه دواء ولو سقوه إياه لأنه شراب لذيذ يشربه لا استئلنا الطبيب وصفه له تمجه نفسه الله تبارك وتعالى أرسل للبشرية الدواء لدائهم ما هو الدواء أن يتحرروا لأن لا يكون عبيدا لبعضهم وإذا تحرروا وكانوا مجموعات بشرية فالله خلقهم ليتعاونوا على أي شيء يتعاون على البر والتقوى الإسلام لا يجبر أحد إجبارا أن يكون من المؤمنين من الداخلين في هذا الدين ولكن ينبغي أن يكون مستقيما على الآدمية والإنسانية ليستطيع الناس أن يعيشوا أحرارا أما أن يتسلط عليهم فلا فهؤلاء ثمود قوم هود عليه السلام عفوا ثمود قوم عاد هداهم الله فاستحبوا سمود قوم صالح هداهم الله فاستحبوا العمى على الهدى أصروا على أن يطيعوا ساداتهم وكبراءهم يعني يكونوا عبيل الزعماء مثل معلم أمر ورب العزي فمعاجزة طلبوا من نبيهم إذا كان أنا أخرجتنا من هذه الصخرة ناقة نؤمن بك يقولون هذا ويطلبون إعجازا لنبيهم أن الصخرة بتولد ناقة مستحيل للناقة بتولد فصيل أو ناقة صغيرة بتكبر زعموا أنهم يعاجزونه ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد فطلب صالح من ربه أن يخرج لهم من هذه الصخرة الكبيرة ناقة فتمخضت الصخرة حبلت يعني ورمت شوال بتحبل تكبر بطنة تفخت ثم شقت وخرجت منها ناقة ناقة حامل عشار عند العوام قولوا عشار عشرت يعني صار عمره في بطن أمه عشرة شهور ثم ولدت هذه الناقة تبيعا فصاروا الناقة التبيع يشرب من أمه يوم وهن يوم تعطيه للناقة حليب ثم يشربوا كليتهم لم يؤمنوا بنبيهم صالح زعمائهم المعلم المعلم عبل بينا شهواتهم بدهم فساد إيه اسمحنوا ما علي شي مافي إذا بتسمعوا في شي سيلم الكزاب كان يقول لهم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام محمد يقول لأصحابه ابنة ازنوا لا هاي النساء كلهم لكم وحساهم متى ما بدكم إيش خسران شي هو افرتوا عشاواتهم فيظنوا أن هذا يطاع هذا يطاع في الباطل فيؤذيهم ولكن لا يفهمون يقول لهم محمد هذا مسلم الكزاب منع الخمر اشربوا الخبر إذا كان أعطاهم شهواتهم هذا من مصلحتهم ولكنهم قوم يجهدون إذا جهلوا ربهم وخالقهم وأنه خلقهم ليسعدهم فجهلوه وتركوا هل هؤلاء يفهمون نسأل الله العافية اللهم ثبتنا على الحق فهديناهم فاستحبوا الهما على الهدى فأصروا على طاعة السادة والكبراء والزعماء مثل ما يصر الشبيح على طاعة النظام ليش عطيعوا عطيعوا 30 ألف سوري لقى 30 ألف سوري هو أساوي 100 سوري من قبل بس بها ما بثب فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون الهون من الهوان والزل أرسل الله صاعقة فجسوا على الكبه وماتوا جميعا بعضهم رجفة أعصابه ماتت ما وحسن تحرك وإذا ما استطاع إنسان يتحرك لا يستطيع أن يمشي لكسب رزقه أو للشراب لا يستطيع تمه أن يبلع سيموت أسوأ بيتي بسبب ماذا فعل الله بهم بما كانوا يكسبون ماذا كانوا يكسبون ماذا كانت عمالهم تنفيذ أمر الله خالق السماوات والأرض والملكوت لا تنفيذ أمر معلمهم فلان أو علان لهم أرباب من دون الله وأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار تحرروا أيها الناس في بيناد الشام وفي سائر الأرض أيها الشعوب تحرروا من الطغاة وارجعوا إلى الله ابحثوا عن الدليل من هو الخالق وماذا يريد منكم الخالق ما هي الأدلة التي تدل على أن تطيع هذا أو ذاك ففعلوا تنجو في الدنيا وتسعدوا في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر